بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري إذن كما وعدتكم دائما في سلسلة النصائح والإرشادات لجيازين أمثل للاختبار الشفو الاختبار الشفوي لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية دورة نومبر 2020 إن شاء الله الفوج 2021 إذن في هذا الفيديو غدي نتكلم لكم على أربعة ديال النصائح ذهبية لخصكم طبقوها وحدافرها باش تكونوا إن شاء الله مزيانين وتجيبوا نقط جيدة إن شاء الله في الاختبار الشفوي ديال مباراة التعليم إذن كما كتشوفوا في عنوان الفيديو هو تجنبوا أربع تصرفات قد تكونوا سببا في إقصائكم يوم الاختبار الشفوي غدي نعرفوا أربعة ديال التصرفات اللي تقدر تكون سبب في الإقصاء ديالكم من نهار دوسوا الاختبار الشفوي بلا ما يتم احتساب المعدل يعني ممكن تقصوا نهار دوسوا الشفوي وخدكن عندكم واحد النقطة اللي هي طالعة في الكتابي أجو تعرفوا هاد ربع ديال التصرفات باش تجنبوها إن شاء الله نهار الاختبار الشفوي التصرف الأول هو لا تدعي المعرفة وأنك ملم بكل المجالات شحل من واحد كيتدعي أنه كيعرف في كل شيء وأنه ملم بجميع المجالات الله يرحم لك الوالدين نهار الاختبار الشفوي ما تدعيش أنك تعرف في كل شيء لأنه بعض اللي جن إلا تدعيت بأنك تفهم في كل شيء وكتفهم في جميع المجالات رأيك غادي تقصى وغادي يصعبوا معاك الامتحان الشفوي يعني غادي بقوا يعطيك أسئلة صعبة جدا لذلك وكنصيحة لا تدعي المعرفة وأنك ملم بكل المجالات كن وسطي واعتدال يعني كن وسطية والاعتدال إلا قالوا لك واش كتعرف شي حاجة والهموي على قد الحال يعني تكون عندك في دماغك الوسطية والاعتدال وأنك تجاوب على الأسئلة برازانة وما تصرعش ثانيا التكلم بلغة غير اللغة التي سألوك بها هذه نقطة مهمة جدا وتصرف اللي هو ممكن يطيحك في الفخ اللجنة كتسولك باللغة العربية وانت كتحاول باش تعيق عليهم وتبان عليهم غا تجاوب باللغة الفرنسية أو للعكس هما كيسولك بالفرنسية وانت كتجاوبهم باللغة العربية هذه من أكبر الأخطاء اللي كيدروها المترشحهم انت كيسولك بالعربية أو تدي جاوب باللغة العربية ما تجاوبش باللغة الفرنسية جاوب باللغة العربية باش ما تبانش عليهم انك تهم اللغة الفرنسية ناكوغ ومن يسولك باللغة العربية جاوبهم باللغة العربية ما تبانش علي اللجنة لانه ممكن تكون مخاطرة اللي غا تأدي بك اسئلة صعبة جدا اسئلة فخ ناكوغ اذا هذا هو التصرف الثاني اللي يخصك تجنب وتكلم بلغة غير اللغة التي سألوك بها قالوا لك العربية جاوب باللغة العربية قالوا لك جاوب بالفرنسي جاوب بالفرنسي ثالثا محاولة تكسب تعاطف اللجنة كيف اشهد محاولة تكسب تعاطف اللجنة انت بايكزون بسولوك شي سؤال ومعرفتيش الجواب ديالو وتزيارتي تزيارتي كتبقى بحلة كتبان مع الصاب زعماء وممكن كين بعد البنات كيبقوا بكي وزعماء باش يبينوا راسهم راهم ضعافين قدم اللجنة ويتعاطفوا معهم يحطوا لهم النقطة را ما كيناش هاد القضية هاد را من اسوأ الحويج اللي ممكن تديرهم هو انك تفكر بانه اللجنة غضيت تعاطف معك اللجنة كأنهم تلاميذ كيشوفوك كيفاش كتتعامل يعني التلاميذ هلا شافوك كتبكي وما قدرتش توصل لهم الفكرة را غادي حسبوك استاد فاشي مفهوم اذا حاول تكون رزين حاول تكون تايق في راسك ولكن ما تحاولش انك تكسب تعاطف اللجنة ما تكسبش تعاطف اللجنة لانك ما غاديش تكسبوه داكوغ لانك ما غاديش تكسبوه وهدي مئة بالمئة جاوب على الاسئلة اللي عرفتي والاسئلة اللي ما عرفتي همش قلهم ما عرفتش عادي ما عرفتش حتى هو جاوب رابعا التوتر خلال او طيلة المقابلة الشفوية توتر طيلة المقابلة الشفوية هذا هو تصرف لهو غير لائق واللي هو ممكن يأدي بيك الى التهلكة او ممكن يأدي بيك الى الاقصاء التوتر هو انني منذ الدخول الى القاعة الامتحان او الاختبار الشفوي وانا مزيّر وانا معنقش هكا منيرفي لماذا ما نعرف حلا زي ما خسنين بان مرزن قدام اللجنة ايه خسكت بان مرزن ولكن احتى طريقة الجلوس وكذلك طريقة النظر في اللجنة هي مهمة جدا وخسنين كون ضروري متبسم يعني ما نكون متوتر ودايما وهكا ما نقش طيلة المقابلة الشفوية خسنين كون مرزن ونكون مبتسم لكا باش يمر للاختبار الشفوي ان شاء الله في احسن الظروف وحتى اللجنة تكون مرتاحة وهي كتسولك ومرتاحة وهي كتصنت لك ومرتاحة كذلك من الاجوبة ديالك دونك حاول تكون مبتسم وتكون غالس مزيان وكتشوف اللجنة مزيان وكتجاوب وانت كتشوف فيهم وكتوزع نظرات ديالك على اعضاء اللجنة مش تشوف غيره في واحد شوف ثلاثة ديال الاعضاء او لجوج ديال الاعضاء لا حسب اللجنة اللي عندك اذا هدو هم اربعة ديال التصرفات تصرف الاول قلنا لا تدائي المعرفة وانك ملم بكل المجالات ثانيا تكلم بلغة غير اللغة التي سألك بها تكلم بالعربية من يسولك بالعربية تكلم باللغة الفرنسية من يسولك باللغة الفرنسية الله يهدي ثالثان محاولات كسب تعاطف اللجنة بلاء الشفوية خليك ضحك وخليك مبتسم وربي سهل عليك ان شاء الله هاتش اللي كان عندي في هذا الفيديو وفقكم الله وسدد خطاكم ربي سهل عليكم ان شاء الله في الاختبار الشفوي قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري تدعوكم للاشتراك والضغط على زر الجرس لكي يتصلكم الفيديوهات الجديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته